اشتركوا في القناة مصر ترفع الحد الأقصى للإيداع عن نقد الدولاري إلى 250 ألف دولار السودان يرفع الدعم عن ثلاثة منتجات بترولية أرحب بكم من جديد ومن المرجح الإعلان عن اتفاقات مع شركات فرنسية للمساعدة في تطوير مطارات إيرانية أثناء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس كشف وزير النقل الإيراني عن خطط لشراء 160 طائر أوروبية وقال إن إيران تخطط لمنح عقد قريب لتوسيع مطار تهران الدولي وقعت شركة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية مذكرة تفاهم جديدة بخصوص تعاون محتمل في مشاريع لخط أنابيب في إيران وذكرت الشركة أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية بشأن مشروعات خطوط أنابيب تمتد بطول 1800 كيلومتر ووقعت اليوم مذكرة تفاهم مع شركة نفط وغاز بارس بخصوص مشاركتها المحتملة في تطوير وتحديث مصفتي بارس شيراز وتبريز وتحتزم بوسكو الكورية الجنوبية توقيع اتفاق مبئي مع شركة صناعة الصلب الإيرانية بي كي بي في مارس أذار لشراء حصة في مشروع مصهر صلب قيمته 1.6 مليار دولار وكانت الشركتان وقعتا في ستمبر أيلول مذكرة تفاهم لبناء مصنع طاقته الإنتاجية السنوية 1.6 مليون طن في منطقة تشهفار الاقتصادية الحرة في إيران ولازم نواصل معكم جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية استضافة الكويت نذوة نظمها مؤتمر يورو موني عن استراتيجيات الطاقة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وقد طرحت خلال المؤتمر موضوعات عدة منها مناقشة ما إذا كانت أوبيك قد فشلت في منطلقاتها المتمثلة في سيطرة على أسواق النفط العالمية والإخفاق في منع تدهور الأسعار انخفاض أسعار النفط تظل هي القضية الاقتصادية التي تشغل بال العالم لما لها من تبعات على منتج النفط ومستهلكي وشهد نهاية عام 2015 انخفاض أسعار النفط بنحو 30% على أساس سنوي لتقترب من أدنى مستويات لها منذ 11 عاما وتحمل منظمة أوبيك التي تنتج نحو 33% من إجمال إنتاج النفط وتمتلك 80% من احتياطيات العالم تحمل وذر انخفاض الأسعار بسبب رفض الدول الأعضاء خفض إنتاجها أوبيك تشغل 30% ثلاثة الإنتاج العالمي أوبيك لا يمكن تخفض إنتاجها إذا ما يكون هناك إنتاج تخفيض لكل المنتجين داخل أوبيك وخارج أوبيك لا أرى أي لوجيك أن أوبيك تخفض إنتاجها وأن أوبيك لا تخفض إنتاجها وقد لا يكون من المقبول مطالبة أوبيك التي يمثل النفط أكثر من 90% من إرادات الدول الأعضاء مطالبتها بتخفيض إنتاجها بينما تستمر الدول المنتجة من خارج أوبيك والتي غالبا ما يمثل النفط فقط جزءا من اقتصاديتها تستمر في إنتاج حصصها بدون تأثير يجب أن لا نقفل عنه بأن النفط هو المصدر الأساسي ومصدر الاقتصاد وجميع النشاطات الاقتصادية ترتبط بالنفط والقائمة عليه في هذه الدول وبالتالي هذه الدول الأوبيك يجب أن لا نستنكر دفاعها حصصها السوقية في النهاية هل هي حجم النفط المباع ولا الدخل الذي تعقدت الدولة من النفط المباع حتى في حالة نظريا فقدان جزءا من السوق بالمقابل سيكون هناك زيادة في المداخل الموجودة نحن بالعنب ولا الناطور وفي ذل الصراعات يتساءل المراقبون عن دور أوبيك الحقيقي ومدى تأثيرها وما إذا كانت الأزمة الحالية هي مقدمة لانحصار دور المنظمة أو حتى نهايتها إذا أوبيك استمرت بهذه القوة متماسكة تنتظر أن يتم التوافق بين دول داخل أوبيك المنتجة ودول خارج أوبيك فإننا نتكلم عن دور لأوبيك قوي أما إذا لجأت أوبيك إلى الخيار الآخر وهي ترك حرب الحصص وذهبت إلى دعم الأسعار وعملت على تقليص صادراتها من 30 مليون مثلا إلى 28.5 أو إلى 29 ولم تتغير الأسواق كأسعار فأننا مقبلون على فترة من الوقت سوف يكون لأوبيك دورها شبه معدوم إن لم تكن ميتة فهي ميتة كلينكيا وفي محاولة جديدة لتدارك الأزمة تقدمت فنزولا باقتراح لعقد مؤتمر في شهر يونيو القادم من أجل مناقشة الحلول لمواجهة الأزمة ولكن حتى هذا المقترح لم يلقى توافق في الآراء فبينما رحبت دول بالاجتماع ارتأت دول أخرى إنه لا جدوى منه طالما لم يكن هناك موقف متوافق عليه مسبقا وهو ما يبدو شبه المستحيل في ظل الظروف الراهنة نجو عسران سي ان بي سي عربية معي من الكويت الدكتور حسن محمد قبازرد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة يا دكتور مساء الخير شكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج دعني أتساءل أولا هل في تقديرك فشلت أوبيك في إدارة أزمة النفط أم أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان في الوقت الحالي أنا أختار الثانية يعني اختارت أفضل الحلول لمصلحة المنظمة في الوقت الحالي يعني خلينا ناخذها واحدة واحدة أول شي من 2008 إلى اليوم أوبيك زيادة في إنتاجها بلغ يمكن مو أكثر من 150 ألف برميل بليوم بينما زيادة إنتاج الدول الخارج لأوبيك بلغت أكثر من 6 ملايين برميل بليوم من 2008 إلى اليوم في 2015 أوبيك زيادت إنتاجها بمقدار واحد مليون برميل بليوم بينما الدول الخارج لأوبيك زيادت إنتاجها من يوم بدأت الأسعار تنزل زيادت إنتاجها بمقدار بأكثر من مليون وربع مليون ثلاثمائة ألف برميل وبعدين تخمة المعروض في السوق عالية العام الماضي كانت أكثر بالبداية كانت أكثر من ثلاث ملايين برميل بليوم نزلت على نهاية العام إلى مليونين برميل بليوم هالسنة هذه يتوقعون أن الزيادة تكون تقليبا مليون برميل بليوم أوبيك لو حتى بنزلة من إنتاجها ودعم الأسعار عند حد معين كانت دول خارج الأوبيك تغطي الإنتاج هذا والأسعار ترد مثل ما هي فأوبيك كانت غير قادرة بوجود تخمة هذه المعروضة من خارج الأوبيك أوبيك بروحها لا تستطيع تتصل وطلبت كذا مناسبة من دول خارج الأوبيك أن تساعد في إدارة السوق لكن الدول هذه رفضت مقاطعا صحيح إذن بهذا الفهم يا دكتور دخول لاعبين جدد إلى سوق النفط جعل أوبيك لا تكون هي اللاعب الرئيس والمحرك لسوق النفط بقدر ما هي لاعب أساسي من الممكن أن يكون لكنه ليس الوحيد هل هو كذلك؟ أوبيك لعب أساسي في السوق عندها في الوقت الحالي أكثر من 35% من الإنتاج و80% من الاحتياطيات في الوقت الحالي الذي صاير أن الدول خارج الأوبيك تزيد إنتاجها بشكل مضطرد فالطلب على نفط الأوبيك لأن الأوبيك مثل ما يقولون سوينج بروديوسر هي توفي بالباقي الاستهلاك الاستهلاك أول شيء يطرحون من دول خارج الأوبيك والباقي تزودة أوبيك في الوقت الحالي الكولون أوبيك والطلب على نفط الأوبيك قليل ثابت تقريبا خلال السنوات الثنتين الماضية وراح يظل ثابت لمدة أعتقد سنتين ثلاثة ففي هالحالة أعتقد أوبيك لا تستطيع أن تتصرف بروحها بس لو نطالع الدراسات على المدى المتوسط أو المدى البعيد رح نشوف أن الإنتاج في الدول خارج الأوبيك رح يبدأ يتناقص بسبب خسارة الإنتاج إلى آخره ويعني بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات رح نشوف أن الطلب على نفط الأوبيك رح يبدأ يزيد فرح ترجع أوبيك تتحكم مرة ثانية بالإنتاج والأسعار أنا أعتقد يا دكتور أوبيك الآن بين جنة ارتفاع أسعار النفط ونار فقدان الحصص السوقية أيهما أهم أعتقد الحصة السوقية مهمة جدا بالنسبة لأوبيك لأن دول الأوبيك وبالذات الدول الخليجية المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر قاعد تستثمر مبالغ هائلة لزيادة الإنتاج الكويت قاعد نتكلم عن أربع ملايين برميل الإمارات تقريبا فيها الحدود قطر السعودية أيضا عندها استثمارات هائلة في إنتاج النفط فإذا فقدوا الحصة السوقية في الوقت الحالي وين يسوقون الإنتاج اللي راح ينتج في المستقبل نعم وبعدين نقطة ثانية أخي الكريم لما يتكلمون عن أوبيك وليش أوبيك ما تخفض إنتاجها من هو في أوبيك راح يخفض الإنتاج إيران ما راح تخفض السعودية قصد ذنزويلا والأنجولا والنيجيريا كل الدول هذه بيّنت أنها في الماضي ما كانت توفي بالتزاماتها في أوبيك والوقت الحالي رفضت أيضا أن تنزل الإنتاج فالعين كانت على المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات فقط نعم والدول هذه ما راح في من ناحية السياسية أيضا يعني ما في فقدان وود بين الدول هذه أن يعملون لهم فيفر أن ينزلون الإنتاج على ذكر الود دكتور أنت تعلم أن هناك كثير من الكيانات لم تكن تحمل وود لأوبيك يعني في أيام سطوطها ومقدرتها الفعلية على تحديد مسارات النفط وأسعاره البعض يقول أن هناك من يسعى لتكسير هذه المنظمة يعني وإجبارها بشكل أو بآخر على الخضوع هل تلمس مثل هذا التوجه أم أنها فقط مجرد افتراضات ليست لها محل من الإعراب أوبيك طول تاريخها كانت محاربة من المستهلكين وتأسيس الوكالة الدولية للطاقة هو كان رد على سياسات أوبيك لمواجهة سياسات أوبيك ونفس الناس الذين اليوم مثل المنتجين الأمريكان وغيرهم الذين الآن يتكلمون وشجعون أوبيك على أن تخفض الإنتاج وتتحكم بالسوق مرة أخرى هم نفس الناس لما أوبيك كان يخفضون إنتاجهم كان يرفعون عليها قضايا هناك في قضايا كثيرة ضد دول أوبيك في الولايات المتحدة مثلا لتخفيضها للتحكم في الإنتاج أوبيك محاربة طول تاريخها وأعتقد المنظمة من القوة بأنها كانت قادرة على مواجهة كل هذه العداوة واستمرت لأكثر من خمسين عام ورح تستمر أيضا لمدة الخمسين عام القادمة جيد أنا أشكرك دكتور حسن محمد قبازرت الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة شكرا جزيلا لك كنت معنا بنا الكويت لازلتم تتابعون جلسة العمال من سي أم بي سي عربية فيها بعض الفاصل اس أويل تبيع منتجات بقيمة مليار ومائة وعشرين مليون دولار لأرامكو السعودية أهلا بكم من جديد قال وزير الطاقة التركي إن بلاده تعمل على خفض أسعار الغاز الطبيعي للمستهلك المحلي في خطوة من المرجح أن تلقى ترحيبا من المستهلكين الذين يعانون جراء ارتفاع معدلات التضخمة اتفقت اس أويل الكورية الجنوبية على بيع منتجات نفطية بما قيمته تريليون وثلاثمائة واربعين مليار وون كوري أي ما يعادل مليار ومائة وعشرين مليون دولار إلى الذراع التجارية لأكبر مساهميها أرامكو السعودية وذلك ارتفاعا من مبيعات العام السابق البالغ قيمتها 1.2 تريليون وون وأوضحت اس أويل أنه بموجب العقد تورد ثالث أكبر شركة تكرير في البلاد ما بين 12 إلى 24 مليون برميل من الديزل ومن 12 إلى 20 مليون برميل من النفط لشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية رفع السودان الدعم عن أسعار غاز الطهي ووقود الطائرات والسولار بإنهاء احتكار الحكومة لتلك المنتجات البترولية مع هبوط أسعار النفط العالمية وهما يفتح السودان أمام القطاع الخاص وأعلنت وزارة النفط رفع جميع القيود الإدارية والرسوم والضرائب على تلك المنتجات وقالت إن الشركات القطاع الخاص أصبح مسموحا لها الآن باستيراد وتوزيع تلك المنتجات واستخدام جميع وسائل الدفع إعادة الأمور إلى نصابها بهذا العنوان وصف الخبراء قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى للإداع النقدي الدولاري ليصل إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألف دولار شهريا ورأى البعض أن القرار يأتي في إطار سياسة المركز لتنظيم العملية الاسترادية وإحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية المركزي المصري يصحح أخطاء الماضي هكذا كان لسان حال الكثيرين من الخبراء الذين أثنوا على قرار طال انتظارها قرار جاء برفع الحد الأقصى للإداع النقدي الدولارية ليصل إلى 250 ألف دولار شهريا لتيسير استيراد بعض الصلع الأساسية بعد أن كان الحد المسموح له 50 ألف دولار فقط طيلة عام عام واجه فيه المستوردون مشاكل في تدبير العملة الصعبة هو سهل على سلع معينة اللي هي السلع الأساسية والمطلوبة لحياة المواطن ومكن أنها تيجي بسهولة بيسر شوية نمر اثنين أن المبلغ دوته والموضوع ده يتوافق تماما مع التوجه بتشجيع الصناعات الصغيرة لأن أنا ما أبقى مشروع صغير وأقدر أن أوفر 250 ألف دولار في الشهر من مصادر مختلفة ده يتناسب جدا مع حجم الأعمال بتاعي وبالتالي أعتقد أن دي أحد الوسائل الدعم للمشروعات الصغيرة جاء القرار إذن بما تشتهي سفن السوق المصرية وإن كان البعض أشاد به إلا أن آخرين يرون أن الخطوة الأهمة في إلغاء الحد الأقصى للإداع النقدي الدولارية لا رفع صقفها فهل تجد تلك الخطوة سبيلة لتحقيقها يوما ما؟ القرار ده لازم يلغى من أساسه القرار ليه رد فعل حقيقة سايق جدا الناس يمكن مش واخد بالها أنه مش مجرد بودع كام أو بسحب كام حيث تدنا قيد التداول وهو الناس بتقول خطأا أنه قيود على الكاش هو مش بس الكاش لو جيت تدع الشيكات حتى ممنوع فده بيقاية حركة العملة عموما أي قرار بيقاية حركة العملة معناه على طول فقدان الثقة في النظام البنكي إن أنا كراجب بتعامل مع البنك لما حط فلوسي في البنك سواء أنا شركة أو فرد حط فلوسي في البنك أجي أخدها تاني يقولي لا ما تاخدهاش أصلا فيه ضوابط يبقى مش أحطها في البنك يذكر أن المركزية المصرية اتخذ إجراءات عدة مؤخرة لتنظيم عملية الاستراد التي تستنزف جزءا ليس بالقليل من الاحتياطي الأجنبي لمصر والذي هبط إلى 16 مليار و 445 مليون دولار في نهاية ديسمبر الماضي ناد عبد السلام سي ام بي سي عربية القاهرة ومن القاهرة دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة دكتور مساء الخير شكرا لوجودك معنا في البرنامج كيف تقرؤون أنتم هذا القرار وهذا التوجه الجديد مساء الخير في البداية خليني بس أصحح ما جاء في التقرير أنه المركزي يصحح أخطاءه وقل عمر لم يحدث هذا لأنه الحقيقة نص القرار اللي صدر بالأمس في تأكيد على ما سبق وأن صدر من البنك المركزي منذ عشهر بعيدة في تحت إدارة المحافظ السابق للبنك المركزي هو الابقاء على ذات القرار الإداع لحد أقصى 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى للمرة الواحدة 10 ألف دولار هذا القرار ما زال سادي كل ما هناك أنه صدر قرار آخر بيضمن أو بيكمل ما جاء وهو فتح باب الإداع للجهات الاعتبادية فقط وليس للأشخاص الطبيعيين مثلما هو الحال في القرار السابق اتخاذه فتح هذا الحد لـ 250 ألف دولار كحد أقصى وبدون حد أقصى للإداع للمرة الواحدة لكن القرار فيه مضمونه نص على عدد معين من السلع هي التي يتم السماح من خلالها بإداع هذا الرقم السلع الغذائية المواد التموينية المواد الأدوية مستلزمات الإنتاج لكن ما دون ذلك ما زال القرار السابق سادي والذل الحية بيؤكد على أنه سياسة البنك المركزي لا تتغير بتغير شخص المحافظ ما زالت السياسة قائمة مفاعلة الهدف الأساسي منها هو الحد من فوضى وعشوائية الاستراد ليس فقط حفاظا على الصناعة الوطنية لكن الأقصى الأهمية هو الحفاظ على صحة المواط لأنه الحقيقة نسبة ما بين 18-22% مما يتم استراده سنويا هي سلع استهلاكية قد لا تتطبق مع المواصفات المحلية والعالمية ومن هنا بيأتي التنسيق فيما بين إدارة البنك المركزي كإدارة السياسة النقدية والحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة اللي سبق والأصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طريق قبيل منذ أسابيع قليلة قرار بتحديد ضوابط لعملية الاستراد أبرزها وأهمها هو أن يكون ما يتم استراده من أي دولة يكون من خلال شركة مقيرة ومسجلة في دولتها وبالتالي هذا حفاظا على صحة المواطن في المقام الأول بالإضافة إلى بالتأكيد الحفاظ على مواد النقد الأجنبي نعم يعني قبل الانتقال للنقطة التالية أستميحك العزر دكتور وأنت أستاذ جامعي أن تشرح لنا بشكل مبسط لفائدة من يتابعون الآن حتى من غير المتخصصين ما الذي يعنيه الحد الأقصر لإيداع النقدي الدولاري حتى نشرك معنا خطاعات من يشاهدوننا الآن قبل صدود هذا القرار أي شخص كان شخص طبيعي أو جهة اعتبارية أن يودع ما لديه من نقد أجنبي يذهب ليأتي به من شركات الصرافة ويقوم بيداعه في البنك المركزي كي يقوم بعملية الاستراد فالحياء في هذه الحالة كنا ننشط التداول على النقد الأجنبي خارج الجهاز الدسمي خارج الجهاز المصرفي والمستوردون يذهبوا إلى شركات الصرافة يحدثوا نوع من المضاربة على النقد الأجنبي يجمعوا عدد من المليارات من الدولارات ثم يأتو به إلى البنك كي يضعوه من أجل فتح اعتماد مستندي لكي يتم عملية الاستراد ما صدر من قائدات هو تنظيم لعملية التداول اللي مفترض تكون موجودة في أي سوق من الطبيعي أن يكون هناك تنظيم لسوق التداول على النقد الأجنبي مسألة اعرف عميلك القادة الأساسية اللي يجب أن تطبقها كافة البنوك والتي تتفق مع معيير بازل مفترض أنه البنك لا يقبل أي موارد كان بيئة النقد الأجنبي أو بالعملة المحلية إذا كان يعلم إلا إذا كان يعلم جيدا مصدرها فما صدر من قائدات هي في الأساس قائدات تنظيمية بالإضافة إلى أنها بالتأكيد تقيد من التداول أو تقيد من عمليات استراد الحياة وصفها البنك المركزي في عدة قائدات بينها فوضى وعشوائية جيد واضح دكتور البعض يسهب أكثر من ذلك يطالب بإلغاء حد الأقصى نفسه يعني من جذوره كيف ترى هذا الاتجاه مسألة الحد الأقصى وإلغاءه هتكون مرتبطة بتنظيم الإقصاد خلينا نوضح لأنه الفجوة في الميزان التجاري كبيرة للغاية موادد النقد الأجنبي غير قادرة على تلبيتها الحقيقة لم تصل في سنة من السنوات خلال سنوات الماضية فجوة في الميزان التجاري لما وصلت عليه خلال العامين الماضيين وصلنا إلى ما يزيد على 38 مليار دولار في زل أزمة بتواجه موادد النقد الأجنبي وبالتالي مزيد من الضوابط للاستراد مزيد من زيادة القاعدة الانتجية بالشكل الذي يشجع التصديد أتصوّد أنه حينما يصل الإقصاد إلى وضع التوازني في هذه الحالة يمكن ببساطة أن يتم إلغاء سقف الإداع وأن يتم التنظيم لكن في ظل عشوائية بتضرب عملية الاستراد أتصوّد أنه مسألة أن يتم ترك الباب مفتوح هو ما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية وتأصد بشدة من خلالها الإقصاد والمواطن الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة أنا شاكر لوجودك معنا في هذا البرنامج وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيبة المتابعة منتج هذه الجولة علي فتوح ومخرجها سلمان زين الدين تحياته والفريق العامل إلى لقاء هذا البرنامج برعاية زين